أربعة عقود من التعقيد المتعمد لحياة الشعب لأجل فرد أربعة عقود نقضى المخلوع ثلاثة منها على كرسي الحكم يمتص الثروة ويسير عكس أهداف الثورة فيما يشك أن يستكمل العقد الرابع منتقما من الشعب الذي ثار عليه بعد صبر طويل هو كائن حقود هكذا يقول من عايش المخلوع عن قرب وهكذا تؤكد كل الأحداث إبان حكمه وأثناء ثورة فبراير وما بعدها لم يكن قد مضى على ثورة سبتمبر أكثر من ستة عشر عاما حين وصل المخلوع إلى سدة الحكم أصول ستثبت الأيام بعد عقود أنه مثل ردة نحو ما هو أنكى من الإمامة خصوصا وأنه في محصلته النهائية سيقود لإعادة الإماميين بنسخة إيرانية من الكهف إلى القصر انتقاما من الشعب المنحاز لأهداف الثورة كرس المخلوع الاستبداد عبر إقامة حكم فردي لا جمهوري لتعود في ظل حكمه كل مظاهر الفوارق والامتيازات عمد لبناء جيش يحميه لا جيش وطني يحمي الثورة ومكتسباتها كما أراد ثوار سبتمبر وفيما تدهور وضع الشعب الاقتصادي تم تجير الوحدة التي ضحت الأجيال لتحقيقها لصالح الحاكم المطلقة لينتهي المخلوع في لحظة انكشاف تام من كل أهداف سبتمبر وهو يضرب عرض الحائط بكل مواثيق الأمم المتحدة وقراراتها التي دعت الثورات لاحترامها واضعا يده في يد إيران ضد الوطن والعرب مدخلا اليمن في فتنة لم يشهدها عبر تاريخه حيث ملايين المشردين وعشرات آلاف القتلى والجرحى ومجاعة تصنفها المنظمات الأممية بوصفها الأسوأ وتمزق في النسيج المجتمعي هو أسوأ من كل ما سبق ومع كل ما أصاب اليمنيين من بلاء المخلوع وهو يحكمهم ومن انتقامه بعد أن أدرك استحالة أن يعود لحكمهم لم يعد مستغربا أن يحدث كيمني أن المخلوع هو الكائن الذي يجب أن تفهم منه عكس ما يقول فالمصالحة هي مزيد من الحرب والجوار تعليل مزيد من الصواريخ والمقذوفات والشعب هم أولئك القلة المتحركون في دائرة انتقامه ولجل الشعب الرافض لأحقاده الموت